حسابي في البنك 600 ألف جنيه وعندي عربية أودي بجف اللايف 40 ألف جنيه ومعنديش قضايا منافية للأداب مفاجآت جديدة فأقوال البلوجر هدير عبد الرازق في التهم المنسوبة لها كشفت التحقيقات عن مفاجآت حول اتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإنها صورت فيديوهات كتير على التيك توك للطرفيه عن نفسها وانفت كمان اعترفها لتحريات الأجهزة الأمنية بإنها بتكسب من الفيديوهات دي كشفت كمان التحقيقات في وقاعة اتهام البلوجر هدير عبد الرازق بإنها نشرت عن طريق الشبكة المعلوماتية الصفحات الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام وتيك توك والقنوات الخاصة بها على موقع اليوتيوب مقاطع مرئية وسور شخصية فيها تعدي على المبادئ وقيم المجتمع عشان بتظهر فيها مفاة جسمها وأكدت كمان هدير عبد الرازق قدام النيابة أنها نشرت فيديوهات على تطبيقات الإنترنت لزيادة المجاهدات وكسب الأرباح وده من خلال إعلانات المحلات التجارية المتخصصة في بيع الملابس الحريمي استكملت كمان هدير عبد الرازق في التحقيقات أنها كانت بتحاول زيادة المجاهدات وده من خلال الفيديوهات وأنكرت كمان أنها عملت علاقات غير شرعية بمقابل مادي قالت كمان أنا مودي الإعلانات ملابس ولم يسبق اتهامي في أضايا منافية للأداب وجهت جهات التحقيق للبلوجر هدير عبد الرازق تهم كتير وأنكرت أغلبهم وعترفت كمان بتفاصيل زورها في فيديوهات عارية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي على العام وكان نص أقوال البلوجر هدير عبد الرازق كالتالي لما تقلت فيما هو منسوب إليها من أنها متهمة بالاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأنها بتنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية والصفاحات الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي سواء الفيسبوك أو انستجرام أو التيك توك والقنوات الخاصة بها على موقع اليوتيوب مقاطع مرئية وسور شخصية فيها تعدي على المبادئ والقيم بتوضح فيها مفاتنها في الزل عبرات وتلمحات منافية للأداب تظهرها على النحو المبين بالتحيئات قالت كمان هدير أن ما حصلش وأنقرت كمان تهمة إنشاء واستخدام حسابات أو حساب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستجرام والقنوات الخاصة بها على موقع اليوتيوب في ارتكاب وتسهيل ارتكاب الجرائم محل الاتهام السابق ولما تسألت هدير عن طبيعة شغلها قالت أنا بشتغل بلوجر على مواقع التواصل الاجتماعي وعن مصدر دخلها وأد إيه قالت أنا مصدر دخلي السوشيال ميديا وكان دخلي في الشهر حوالي 30 أو 40 ألف جنيه مصري ودلوقتي ما فيه شو بصرف من بابايا وممتي وإنها بتصرف في الشهر 30 ألف جنيه عندها كمان حساب في البنج بمبلغ 600 ألف جنيه وعربية أودي وكل ده اشتريته من شغلها بتاع الإعلانات واللي كانت بتعمله على التلفزيون وكان أخرها 2020 لما تسألت في النيابة عن صلتها بالأحراز المعروضة عليها قالت أن التلفزيون بس اللي بتاعها والفيديوهات اللي على الفلاشة هي فعلا نزلتها على التيك توك وبعد كده مسحتها أكدت كمان أن الفيديوهات والصور اللي على التلفزيون بتاعها كانت خاصة بيها وكانت حفظها بالرامج سري على الايكلاود وما نشرتش منها أي حاجة على السوشيال ميديا قالت كمان أن عدد متابعيها على الفيسبوك كانوا 400 ألف مشاهد وعلى التيك توك دلوقتي مليون ومئتين مشاهد وأن الفيديوهات دي كانت للبنات بس لحد ما مارك لغى الخاصية دي وبعد الصفحة للعامة وبالنسبة للتيك توك الأكاونت للعامة لأنها بتقدم حاجات بتقص البنات زي اللبس والميكوب والكريمات وأنها بتعمل إعلانات للفيسبوك بتتروح من 15 ألف أما التيك توك كان للتسلية فقط لكن المفاجأة بقى في أنها بتطلع لايفات بالدولار ولما سألها وكيل النيابة وقال لها إيه أقوالك في اللي شفناه لما فحصنا تليفونك ولما شفنا تطبيق التيك توك لقينا أنه وصل لك مكافآت مالية واستلمت كمان مبلغ مالية مقابل فيديوهات البس المباشر عن طريق الفيديوهات وفتح كمان لايفات على البرنامج بمقابل 1486 دولار و69 سنت وأنه آخر بس مباشر فتحتيه بتاريخ وعلى عكس بقى أقوالك في التحقيقات النيابة من أنه آخر بس كان من ستة شهور ردت عليه وقالت أنا قنقصدي في لايفات اللعبة الأخيرة لكن اللي حضرتك شفته دلوقتي ده كل لايف طلع فيه أنا والدتي بنسلم عن الناس وأنا والله ما عنديش قضايا قبل كده ولا سوابه وما زالت التحقيقات مستمرة لكشف حقيقة ارتكاب هدير عبد الرازق بالتهم المنسوبة إليها من الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري